الساس خالد بيومي في الجمهورية خارج السرب قال أن يخسر الأهلي شي طبيعي في كرة القدم عالميا ومحليا كل أنديت العالم تخسر ولكن غير الطبيعي الحالة الفنية لكل لعب الأهلي بلا استثناء بداية من الشناء ونهاية بالبدلاء حتى كلر لم يكن في يومه سواء تشكيل البداية أو التغييرات حالة من التوهان واللمبلاء والخوف والرعب من سندونز دي صحيح وفقدان للثقة وغياب لروح الفنية الحمرة التي طالما تغنت بها جماهيره وكل محبيه أتفاهم دخلت بيومي أتفاهم أن ضغط المباريات والمشاركة في كأس العالم للأندياء التي لم تكن في برنامج المدرب ليصل الفريق إلى معدل مباريات كبير ولكن ما لا أتفاهمه هو شكل الفريق الغريب جدا في يوم غريب وصعب ومرير على اسم الأهل أفريقيا شوف أستاذ إبراهيم المشهد ينقل لكلمة صح للأستاذ قد يخلل بيوم ولكن من آخر كلمة نأخذ وندرس ما لا أتفاهمه الشكل الغريب هو ده دور المسؤولين بقى يبحثوا في سبب هذا الشكل وإذا كان فيه حاجات تخص بشكل مباشر تتعالج وفورا حاجات عايزة علاج على المدى الطويل في طريقة التجهيز لمثل هذه المواقف نسعى إليها فورا وأنا أتصور أنه ده لازم يبتدي أو بيبتدي فعلا الكلمة اللي قالها الأستاذ خالد بيومي هي حقيقة كان فيه حالة خوف زيادة من المناسس أيوة مش حالة عدم احترام للخص أنت عندك حالة خوف وزعر في التعامل معاه اللحظات اللي كانوا بيحضروا فيها قبل ما يشوتوا كل خاف يقرب من الكرة خاف يخش أقول لك الدليل الدليل أن الناس كلها جواهة 18 كله مكمش حتى أولئك الذين كانوا ينبغن يتواجدوا خارة 18 للمواجهة كانوا فيهم من وراء عشان يستقبلوا الكرات في حين إن ده خطأ فادح يعني إذن عندك مشكلة بدنية واضحة جدا مشكلة معنوية واضحة جدا في خوف زيادة قوي ومشكلة تكتيكية في طريقة اللعب ومواجهة خصم متسبانه مساحات فخد الرجل أفضل ما يتمناه ويحتاجه أحسن حاجة كان يحتاجها فريسان دونس إنه يلاقي مساحات يلعب فيها هي دي كورته خد مساحاته ولعب بين الخطوط برحته خالص فعندك أنت سبب بدني سبب زهني ونفسي ثم سبب تكتيكي في طريقة اللعب والتعامل معاه